اشتركوا في القناة 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 جميعا شاهدنا التدريبات اللي كانت لعبد الرحمن ويس الفيديو اللي انتشر لهذا اللاعب شاهدنا نمط التدريبات تجهيزات اللي عم تكون لهذا اللاعب يعني تختلف تماما عن اي اللاعب محلي صراحة نحن خلينا نحكي صراحة ونكون الاقرب للواقع بهذا الكلام اكيد اللاعب المحترف في الخارج هيكون في عنده تدريبات خاصة نظام غزائي خاص عنده الابتعاد عن كتير منه الشغلات السلبية في ارتكبة اللاعب المحلي على العمومي اللي صار صار هلا علينا تركيز المباراة الاولى امام منتخب ايران بالتشكيل وبالاسماء اللاعبين الموجودين اكيد ما رح تظل قائمة باكثر من 33 لاعب مثلا متوقع اليوم تصدر قائمة النهائية والرسمية لمباراة ايران ايضا مباراة الاماران ضمن المباريات الجولة التانية للمنتخب السوري بالتصفيات كأس العالم دور الاخير متما فكرنا اللاعب المختار عمر خريبين حيسافر حينتقل من دبي مباشرة لطهران حيكون متواجد ان شاء الله مساء مع بعثة المنتخب السوري واكيد في حال وصول صور حول هذا الموضوع أو وصول اللاعب عمر خريبين حيكون في عنا فيديو مخصص ونغطي التمرين المسائي أو التحضير المسائي اللي عم يكون للمنتخب السوري نرجع لفقرة التصريحات اللي كانت للمدرب نزار محروس ابو حامد تصريحات منطقية منطقية جدا بوقتها طبعا انا متما اتوقعت بعد نهاية المعسكر حيكون في عنا تصريحات للمدرب واكيد قبل بداية المباراة امام منتخب ايران حيكون في عنا مؤتمر صحفي للمدرب نزار محروس وحيوضح عدة نقاط قبل المباراة والجديد بالذكر ذكر كابتن نزار محروس انه ابتعد عن جميع التصريحات خلال هاي الفترة ايضا انه الجانب الاخر من منتخب الجزائر او مدرب منتخب الجزائر هو الطلب ايضا عدم بث المباراة وتكون الاعلام مغلق بهذا اللقاء يعني مو فقط الجانب السوري او المنتخب السوري هو الطلب انه تكون المباراة مغلقة لا ايضا المنتخب الجزائر اللي عم يعسكر بدولة قطر وعنده عديد والكثير من المباريات خلال هاي الفترة بالمعسكر المتواجد بدولة قطر طلب ايضا انه تكون المباراة مغلقة امام الاعلام هذا الكلام وهذا الرد فقط على بعض الاشخاص اللي ذكروا انه المنتخب السوري هو الفقط طلب انه تكون المباراة مغلقة لا صديق العزيز ايضا المنتخب الجزائري طلب انه تكون المباراة مغلقة امام الاعلام المهم الخلاصة يا أصدقاء مباراة هامة لمنتخبنا السوري أمام منتخب إيران أكيد المباريات الافتتاحية هي كتير هامة لجميع المنتخبات اللي بتشارك بجميع البطولات لأن المباراة الافتتاحية بتعطيك روح ومعلويات عالية وأكيد المنتخب اللي بيحصد 6 نقاط أو 9 نقاط أو ممكن فينا نقول فوز وتعادل بأول انطلاقة هذا الشيء هيخفف الضغط على اللاعبين بباقي الجولات بباقي المباريات ويكون في عنا راحة نفسية أيضا بباقي المباريات بانتظار أخبار الرسمية والرسمية فقط حول القائمة النهائية وكان في عنا بعض التوقعات من بعض الأشخاص القائمة النهائية لكن هي بتظل توقعات غير رسمية ما العلم يعني أنا بتوقع قراءة الأسماء اللاعبين أو قائمة المنتخب النهائية هي حتكون سهلة جدا يعني جميع المتابعي لأخبار المنتخب السوري أو المنتخب السوري بالمباريات يعني أسماء أو الاختيارات محصورة مع عدد من اللاعبين المتواجدين طبعا الأفضل والأجدر متواجدهم بهذه المراكز واختيارات المدرب نبيل معلول لأسماء اللاعبين ذات خبرة عالية بالمباريات الدولية وأيضا اللاعبين السوريين محترفين مميزين بالخارج خلال هذه الفترة أكيد في عنا نقص بعدة مراكز بسبب الإصابات الصالح والسومة عبد الرحمن بركات فعنا عدة غيابات بالكثير والعديد من المراكز نرجع من أول أكيد نحنا كنا متمنى يتواجد عنا الكثير والعديد من المحترفين بالخارج حتى يقدموا أي إفادة للمنتخب السوري بأرضية الملعب أكيد وطبعا يا أصدقاء بتمنى منكم شاركونا لأيكم عن تصريحات المدرب نزار محروس اللي كانت عن تحضيرات المنتخب السوري للقاء منتخب إيران اللي بحب يشاركنا توقعاته لهذه المباراة ياريت يكتبنا التعليق أسفل هذا الفيديو دون قسم التعليقات إن شاء الله مساء حنكون معاكم بفيديو مختلف عن هذين فيديوهات اللي أنا كون بيتسجيلها فقط صوت إن شاء الله حنكون معاكم صوت وصورة حنكون في عنا بثوث مباشرة خلال الفترة القادمة خلال مباريات المنتخب السوري هلأ السلام عليكم اشتركوا في القناة